أهلا بكم مشاهدين مرة تانية وجد الوقت معايد فقرة التقس هيئة الأصداد الجوية تتوقع أنه النهاردة هيكون في استمرار للنخفاض درجات الحرارة والتقس هيكون برد على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسط سينة وهيكون دافي على جنوب سينة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ومائل للبرودة على شمال الصعيد لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كل الأنخاء قبل نصر درجات الحرارة مشاهدين خلونا نطمن على حالة الجو من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير على حضرتك يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ ليندا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلا بي يا فب يعني يا دكتور امبارح بعض المحافظات شهدت هطول أمطار غزيرة زي الإسكندرية مثلا عايزين هل تتطبيقين أكتر على حالة الأمطار النهاردة ومدى شدتها كمان على معظم المحافظات بالفعل يمكن احنا من الأمس بنشاهد تقلبات جوية زي سقوط أمطار طبعا وخصص في درجات الحرارة لأن احنا بتتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع التكيل ومن سطح الأرض بيتزمن معه وجود منخفض آخر على سطح البحر المتوسط بيعمل على حالة من التقلبات الجوية أهمها طبعا تكاثر الصحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وكان معها فرص سقوط أمطار وبالفعل كانت الأمطار كانت متوسطة الغذيرة وكانت رعدية وتساقط معها حبات البرد بالأمس على الإسكندرية مطروح البحيرة أغلب المحافظات الشمالية اليوم متوقع طبعا استمرار تكاثر الصحب المنخفضة والمتوسطة وفرص سقوط الأمطار واللي هتكون أمطار متوسطة ورعدية أحيانا وقد يتساقط معها بعض حبات البرد على السواحل الشمالية للبلاد كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط زي مطروح والإسكندرية البحيرة كفر الشيخ الدقاهلية دمياد برسعيد رفح العريش أيضا الأمطار هتمتد لبعض المناطق من جنوب الوكه البحري وتكون أمطار خفيفة لمتوسطة بالإضافة إلى قد تمتد الأمطار كمان للقاهرة الكبرى ومدن القناع أمطار خفيفة بإذن الله مجمل الأمطار بيبقى على فترات متقطعة من اليوم وبيختلف من منطقة المنطقة يعني فيه منطقة ممكن نشتها كميات أمطار مختلفة عن المنطقة الثانية بالإضافة إلى دليوم كمان مستمر معانا نشاط الرياح اللي سرعاته ما بين الاربعين والخمسين كيلو متر في الساعة نشاط الرياح ده هيزود احتفاثنا أكتر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة التقص بحس بقيام درجات حرارة دايما الأقل من اللي احنا بتقولها بحوالي من درجتين لثلاث درجات بالإضافة كمان أنه هو قد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة على الشمال وجنوب السعيد بعض المناطق من سيناء الغرداء بعض المناطق كمان من القاهرة الكبرى خاصة المناطق المكشوفة والأماكن المفتوحة بالإضافة نحن طبعا لسه مستمرين في المخطاب ملحوظ في درجات الحرارة التقص بالفعل خلال فترة النهار هيكون بارد خلال فترات الليل هيكون شديد البرودة يمكن يكون كارث البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح طبعا دكتر كان فيه توقف لأعمال الصيد مبارح في محافظات زي كفر الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية هل هيكون نفس الأمر كمان النهاردة؟ هو حركة الملاحة البحرية في البحرين هي معتدلة المتربة فببعض الأماكن بيحصل فيها ارتفاع أمواك فممكن يحصل فيها غلق الطبع للمواني ده مستمر معنا اليوم ارتفاع الأمواك هيكون ما بين 2 إلى 2.5 متر على البحرين الأحمر والمتوسط لكن إن شاء الله من غدا تبدأ يحصل فيه اعتدال نسبي في سرعات الرياح يعني غدا الجمعة إن شاء الله الأجواء هتبقى أحسن بكتير مقارنة باليوم فيحصل اعتدال في سرعات الرياح فرص الأمطار هتنحصر فقط على سواحنة الشمالية وشمال الوجه البحري كمياتها كمان هتبقى أقل ويكون أمطار خفيفة متوسطة على فترات متقطعة من اليوم ويمكن نلاحظ غدا ديادة لفترات سطوع أشاعة الشمس لكن التحسن التام في الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة ده متوقع من يوم السبت المقبل بإذن الله نبدأ نشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية اعتدال كامل في سرعات الرياح عودة ظهور الشبورة المائية مرة أخرى على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ويمكن مع نهايات الأسبوع المقبل إن شاء الله يكون فيه كمان ارتفاع ملخوص في درجات الحرارة النصيحة المهمة والأساسية نحن خلال اليومين دولة سيسا مستمرين طبعا في اتداء الملابس الشتوية السقيلة خلال فترة النهار وخلال فترات الليل القيادة تبقى بهدوء تام على الطرق كمان طبعا السكين المناطي استحالية اللي عندهم كميات أمطار بتكون متوسطة نبتعي تماما عن أعمدة الإغنارة أكشاك الكهرباء ألواح الإعلانات المعدنية والمباني المتهلكة أثناء سقوط الأمطار أو حتى نشاط الرياح ودائما المتابعة الجيدة للمشارات الجوية في الفترة دي لأن الفترة دي كلها تقلبات جوية حدا وسريع شكرا يا دكتر مشاهدين كانت معنا دكتر منار غانم عضو المركز الأعلامي لهيئة الأرصاد الجوية دلوقتي مشاهدين خلونا نسترد مع بعض درجات الخرارة وهنبتديها كالعادة من القاهرة بتسجل العظمى في القاهرة 17 والصغرى بتسجل 9 الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 مرسى مطروح العظمى 15 والصغرى 9 سيبا العظمى 15 والصغرى 7 كورسعيد العظمى 16 والصغرى 9 ضمياط العظمى 16 والصغرى 10 الإسماعيلية العظمى 17 والصغرى 9 السويس العظمى 17 والصغرى كمان بتسجل 9 هنروح للعريش العظمى فيها 17 والصغرى 9 سانتكاتفين العظمى 18 والصغرى 3 طابق العظمى 18 والصغرى 13 شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 14 الغرداء العظمى 17 والصغرى 8 الفيوم العظمى سبعتاشر والصغرى كمان تمانية بني سويف العظمى سبعتاشر والصغرى برضو تمانية المينيا العظمى سبعتاشر والصغرى بتسجل سبعة هنروح لأسيوت العظمى تمنتاشر والصغرى سبعة سهاج العظمى تمنتاشر والصغرى تمانية قناء العظمى تسعتاشر والصغرى تسعة نقصن العظمى عشرين والصغرى عشرة أسوان العظمى اثنين وعشرين والصغرى حداشر الوادي الجديد العظمى عشرين والصغرى تسعة شلاتين العظمى 25 والصغرى 13 وأخيرا حلايب العظمى 22 والصغرى بتسجل 14 دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدين دلوقتي هنرجع لشازلي وبسانت عشان يكملوا بقية فقرة صباح الخير يا مصر إليكم بنشكرك يا إلند